كم لعب مصري بيلعب في أندية أوروبية؟ الإجابة؟ أكتر من خمسين لعب ده بجد؟ مش هزار تجربة المغرب والسنغال وغانا والكاميرون والجزائر ومعظم منتخبات القارة الأفريقية في استخطاب اللاعبين من أصول البلد للمنتخب الوطني تجربة أثبتت نجاح كبير ومن زمان مش بس بعد وصول المغرب للمربع الزهبي في المنديال متأخرين كتير أننا ما نطبقش نفس التجربة يمكن بسبب الكسل أو الروتين وفي أحيان كتيرة بسبب الإهمال عندنا فرصة دلوقتي ندور ونستدعي ونقنع لعبين باللعب للمنتخب المصري كنز موجود في أوروبا ما اشتغلناش على التنقيب فيه وده وقته مش عايزين نتأخر أكتر يا ريت يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة عارفين مغارة علي بابا؟ عارفين الكسة بتاعت مغارة علي بابا؟ اللي هو دخل ولقى يقوت ومرجان وكنز كبير جدا عارفين الحكاية دي؟ كسة مشهورة يعني احنا عندنا كنز زي ده عندنا كنز زي ده ولسه محدش دخل ينقب فيه في بعض الحاجات اللي بتقع كده حتة مرجان حتة ياوت حتة دهب بتقع كده وبنلحق ناخدها ولاي القوشة في كنز كبير ليه مستخسرين؟ ليه مش بندور؟ ليه متأخرين؟ الكنز ده لعيبة من أصول مصرية بتلعب في أندية أوروبية لعيبة كتير كتير النهاردة مع فريق عمل البرنامج ومع الصديق العزيز محمد جمال اللي هيبقى ضيفه بعد شوية عادنا ندور على أسماء وندور على لعيبين من أصول مصرية ينفع يلعبوا المنتخب مصر اكتشفنا انه فيه لعيبة بتلعب في أندية أوروبية كبيرة وأندية أوروبية متوسطة وأندية أوروبية ممكن ما تبقاش كبيرة بس برضو لعيبة مفيدة هتقول لي يا عم كريم احنا طول عمرنا عايشين باللاعب المحلي وكسبنا ثلاثة كاس أفريقيا 2006-2008-2010 بمجموعة من اللاعبين المحليين اقول لك ده استثناء مش هقول لك صدف مش هقلم الانجاز مش هو كان انجاز طبعا وإداء رائع جدا بس استثناء جيل استثنائي جيل استثنائي قعد معاك 4-5 سنين ما ينفعش نبني عليه أبدا ويبقى القعدة ده استثناء القعدة ايه؟ القعدة اللي لازم يبقى عندك قعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين قعدة كبيرة من اللاعبين اللي بتنشط دوريات أوروبية كبيرة أو حتى مش كبيرة فكرة اللاعب المحلي حضرت في دماغك انك هتروح تنافس به على مستويات كبيرة انا في الهلق ضبا ومفتاح مستحيل ليه يا عم مستحيل؟ عشان الصدفة والاستثناء ما بتتقررش كل شوية ممكن تبقى مرة في العمر بس هي مش القعدة والدليل ان المغرب توهجت في كاس العالم بعدد كبير من اللاعبين اللي بيلعووا في أوروبا عدد كبير من اللاعبين اللي أصولهم مغربية اللي تولدوا وعاشوا في أوروبا أصلا مكنوش لعبوا في الدولة المغربي نفس الأمر في غانا اللي جددت منتخبها كله أو معظم من اللاعبين يعني فيه بيلعبين أصولهم غانية قبل كاس العالم مباشرة رغم انهم ما ظهروا في كاس الأمر الأفريقية المنتخب الغاني بشكل مش كبير بس بسرعة راحوا لمه كم واحد أصولهم غانية ولعب بيهم كاس العالم نفس الأمر في السنغال نفس الأمر في كودفوار نفس الأمر في الكاميرون نفس الأمر في ناجيريا نفس الأمر في الجزائر احنا بعيد متأخرين وبصراحة شديدة نحن نهاردة هنفتح الملف ده وهناخد فيه وقت كبير بصراحة شديدة وهفضل أقولها ورزق على الله الدوري بتاعنا ده الدوري بتاعنا ده ما يطلعش لعيبة دولية من الآخر منافسات ضعيفة توقفات كثيرة يعني قطاعات ناشئين ضعيفة مدربين قليلين منهم اللي كويسين حالة فيها منوشات وأزمات طول الوقت فأنت مش هتطلع بصراحة يعني لعيبة تلعب في كاس عالم بالكتير تطلع لعيبة ممكن ممكن تؤدي في كاس العام الأفريقية ولو لعبت في كاس العام الأفريقية لازم تدوس بنزين على الآخر زي ما حصل في كاس العام الأخيرة أنت كده كده فنياً على الورق أقل من كل المنتخبات اللي أنت عرفت تتخطاها في كاس العام الأفريقية الأخيرة كل المنتخبات او معظم المنتخبات وبالتالي طمط يلا نروح بقى نفكر فكري جديد احنا خلاص كده كده عارفين اللي فيها لعب المصري مبسوط هنا في اهلي وزمالك واسماعيلي وبيرامدز وفيوتشر بياخد فلوس اكتر بياخد شهرة اكتر فيقول لك يا عم اطلع اوروبا ليه ده غير ان ادارات الاندية نفسها تقول لك لا انا مش هسيب اللعب بتاعي ولو عايي احترف في اوروبا فانا عايز 100 مليار جنيه مع الكلام اللي احنا بنسمعه طول الوقت ده حانش بيطلع لعيب مثلا اصلاف الفكرة في ايه لعيب اللي بتطلع من غانا ولا من كاميرون ولا من كوديفوار ولا من السنغال اللي بتطلع بارقام ببلاش يعني فالنادي اللي في اوروبا هو عايز ياخد لعب افريك ببلاش ببلاش ليه ببلاش هيقولك انا هجرب الاول عقليته هشوف اداءه الاول هجرب حاجات كتيرة قوي قبل ما اقول انه اللعب ده هيفدني ولا لا فانا روح ادفع فيه فلوس كتيرة وفي الاخر لما ييلي ما استفدش منه فبلاش مش عايز ليه مع النادي في مصر هنا يبقى عنده لاعب عنده 16 سنة غالبا مش هيخليه لعب فريق اول في حياته كلها فلما يجيله عرض مثلا من نادي في البرتغال ولا في السويسرا دورات اللي هي مش الكبرى في اوروبا يقولك انا عايز في اللاعب ده 3 مليون دولار ويحط رجل على رجل كده ويتناكى لطيفة لذيذة انا ده ده موهبة فزة ده ده هيكسر الدنيا في الاخر ما بلعبش فريق اول اصلا في ندي اصلا يعني يعني كنت طلعته يا عمب من نص مليون دولار اللي جايه لك ولا حتى من المئة الف دولار اللي جايه لك طلعه طلعه حط في العقد بقى مثلا مميزات بعد كده نسبة من اعادة البيع تفاصيل يعني ما بيحصلش وهنفضل نوجع زورنا في القصة ديت وما بتحصلش فنروح بقى للعيبة المصريين اللي مولودين اصلا في اوروبا اللي اصولهم مصرية تعال بقى اقوط ربا هناك ولعب هناك وشاف الدنيا هناك وكل حاجة هناك فيجي لك جاهز حاجة كده هدية المنتخم مصر هدية انت ما عادش في اي حاجة انت ما تعيدش في خالص في هدية بقى هدية مجنية عندك بقى الهدية المجنية ديت الكنز ده اللي تبلاش ما بتدورش عليه ليه يا مؤمن تحكوره بكل اللجانة العظيمة لجنة مش عارف ايه ولجنة مش عارف ايه ولجنة مش عارف ايه وهنعين مدير فني للايه كل الحاجات العظيمة ديت وعده مجلس ادارة ماسك ملف ايه وعده التاني ماسك ملف ايه ومحدش راح وقال احنا هنعمل لجنة للبحث عن اللاعبين اللي أصولهم مصرية في أوروبا دي حاجة تستحق لجنة دي حاجة تستحق التحاد بحاله كنز مفيش بقى الكلام ده وانا رسا هدور وانا هعرف منين يعني ان هو لعيب كويس وانا مش لعيب كويس وده هحتاج تساجد طيران فهجيب له فلوس منين طب ده هيحتاج تأشيرة وبسبور هجيب له بسبور بصري منين وهمش بقى في الوقت هوجع دماغي ليه يا عم خلينا ماشيين باللعيبة اللي عندنا لعيبة النادي الفلاني والنادي الفلاني ودول نجوم دول مكسرين الدنيا دي اللعيبة اللي عندنا في مصر ديت مكسرين الدنيا على السوشال ميديا النجم الأسطوري اللعب الخارق اللعب الحراء اللعب الجميل اللعب اللي مجابش مجاز زيه في الحياة عارفين انتوا البجيات والحاجات ديت فخلص احنا عندنا نجوم العالم اللعيب اللي أحسن من كريسيا ورنالدو اللاعب اللي لو لعب في ريال مدريد هيقعد فران بنقعد احنا ايه نقول كلام نطيف لذيذ كده فاللعبية بتاعتنا كبيرة وجمدة نيجي بقى نلعب يلعبوا مع منتخم مصر يلعبوا في منافسات وفي مستوى كبير تعارف الباقي تعارف وشفت بعانيك لازم ننط عشان كده انا بصراحة مجدبش عليكو يعني بقى لها فريق معايا بقى دوري ولا قهود دوري ولا اندية كله عمال ايه الدنيا بايزة يعني طيح احط دي على جنب بقى انا اهمني ايه انا مصلحة ايه انا مصلحة منتخم مصر فمنتخم مصر ده بقى نركز معاه شوية هفضل اقولك الكلمتين اللي بيتقاله كل شوية بصوا يا جماعة عشان ننجح منتخم مصر عشان ينجح محتاجين نهتم بقطعات النشئين مش هنهتم بقطعات النشئين هيفضل بالوسط هيفضل بالوسط تعرفين الحكاية عشان منتخم مصر يتقدم لازم نهتم بالمسابقة بتاعتنا وما يحصلش فيها توقفات هيحصل فيها توقفات طيب عشان منتخمنا الوطني يبقى أحسن محتاجين يبقى عندنا لعبين بيطلعوا للإحتراف كتير مش هيطلع عشان الأندية هتبقى عايزة فلوس كتير لا لسه أقيله لك ده كله وإن اللاعب مبسوط هنا أكتر ما يطلع بره فمش هيطلع عايزين الملاعب عايزين مش عارف أي حاجة هتوقف بقى تقول أي حاجة عايزين اتحاد كرة قوي عايزين لربطة أندية مش عارف تعمل مسابقة الظروف كلها بيتحاسس إن هي أكبر مننا كلنا فلازم بقى نتدور على حاجة بره قصة يعني مبدأتش غرقانين في مشاكلنا هنا وفي حكاياتنا وسايبين المنتخب عشان للمرة المليار أنا قلتها ألف مرة لو أنتوا فاكرين إنه روي فيتوريا ده ساحر فتبقوا غلطانين زي ما كيروش قبل كده قالك أنا مس ساحر زي ما هي مدرب بعديهم هيقول أنا مس ساحر ما هو فعلا هو المدرب ده مش اللي هو ترميه في النهار وتقوله يلا بدع بقى واسحر لا أنا عايز روف وعايز عناصر وعايز لعبين يعني هو مثلا وليد الركراجي مثلا مدير فني المنتخب المغربي وهو مدير فني كفئي جدا ورائع جدا بس هل هينجح ويعمل النجاح الباهر ده مع المغرب لو ما عوش من المجموعة دول أو المجموعة دي من اللاعبين مستحيل هي منظومة كاملة على بعضها هل مثلا ما كانش هينجح ما عندهش دعم جيد من المنتخب من الاتحاد الكورة المغربي كان هيحصل يعني ولا الهوى النهاردة هنتكلم كتير في الموضوع دوت مع محمد جمال والنهاردة جايبين لكم عدد كبير جدا من اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا ومحدش يابن الحلال يعرف عنهم حاجة مفاجآت بالجملة ده احنا النهاردة عاملين لكم فرقتين فرقتين من اللاعبين مصريين موجودين في أوروبا مش منهم طبعا محمد صلاح والترزيجييي والنني ومرموش مش منهم دول خالص اللي اسماء المعروفة دي اسماء تانية خالص خالص فحنا تأخرنا صح? تأخرنا خلاص مش محتاجين نتأخر أكتر من كده نلحق بقى نلحق عشان لو احنا عمليين مشروع فعلا لحد 2026 فده المفروض يبقى أساس المشروع أساسه ليه نقول اللي عابين اللي جايبينه من نهار ده اللي عابين صغيرين في السن 2026 هيبقوا نضغوا جدا عشان احنا انتوا عارفين نقام الأساس المنتخى في مصر لعيبة كلها فوق التلاتين فوق التلاتين عد بقى الشناوي وحجازي وصلاح وانني ده اللعيبة اللي هم لإيه اللي احنا بنمنى عليهم كل حاجة طيب اللعيبة دي لما غيرتقدم بها العمر وتعتزل هنعمل ايه بقى نغرق فنلحق نلحق زي ما قلت لكم فقرة التانية هيبقى فيها كلام كتير عن هذا العمر النهاردة ببراميدز فاز 3-0 على الاتحاد السكنداري فيها الدوري الممتاز رمضان صبحي سجل هدف الاول في الديئة 45 وبعد كده لقاي سجل هدف التاني في الديئة 58 ده هدف رمضان صبحي رمضان صبحي سجل هدفه بعد ما اضاع ضربة جزاء مباشرة ضربة جزاء غريبة ضعب بطريقة غريبة واصلا محمود علاء تسبب فيها بطريقة غريبة والهدف دوت غريب من مهدي سليمان كل حاجة في المباراة النهاردة غريبة بس انا ليا تعليق في هذا الامر لما هرجع لما هرجع لما هرجع هقول لكم حاجة على قصة المهدي سليمان دي عشان فيه لقطة مهمة هقول لكم علي ده الهدف التاني لسجله فاخي لقاي في الديئة 58 وبعد كده محمد صالح سجل الهدف التالت في مرمى لعب الاتحاد في الديئة 85 بطاعة لتحاد نعود كان غريب محمود علاء كان غريب محمد صالح دخل هدف نفسه مهدي سليمان تقريبا شبه دخل هدف نفسه خطأ غريب جداً فالنهاردة الاتحاد بقى خطاء غريبة جداً بقى خطاء غريبة جداً خسر هزي المواجهة في لقطة النهاردة حصلت في المباراة دي وعايز اقف عندها لسوين ممكن تكون عدت من كثير من الناس بس بصراحة ما عجبتنيش ما عجبتنيش عشان هي من اسم كبير من اسم كبير شريف اكرامي حارس مانمى بيراميدز كان قاعد النهاردة على الدك وحضركم عارفين انه كان في خلافات كبيرة جداً بين شريف اكرامي ومهدي سليمان وقت ما كان المهدي سليمان بيلعب في بيراميدز المهدي سليمان بعد ما اخطأ الخطأ الكبير ده في الهدف الاول لبيراميدز جات الكاميرا على شريف اكرامي وهو بيعمل ايده كده وبيضحك بص هقولك بصراحة ممكن يكون المهدي سليمان ده اخطأ اخطأ كبيرة جداً في حق شريف اكرامي ممكن ممكن يعني ممكن فعلاً يكون شريف كان مدداي قوي فانبسط انه الهدف ده دخل بالطريقة دي في المهدي سليمان ممكن بس ده مرضو مش عزر من لعب كبير زي شريف اكرامي ده رأيي وانا بحترم جداً شريف اكرامي بحترمه حارس مرم وبحترمه يعني كشخص عاقل حتى هو يتحدث او بانفعلاته يعني بحترمه جداً بس بصراحة ما عجبتنيش عشانا بقى امين يعني دي هي النقطة النقطة التانية محمود علاء محمود علاء في ضربة الجزاء ولو معنا جماعة يريتني جيبها محمود علاء ضربة الجزاء اللي تسبب فيها لمس الكورة بشكل انا ما فهمتوش انا ما بفرج على المباراة قعدت اقول يا محمود ايه ده انت مدافع دولي مدافع دولي ايه وكمان قعد فترة اساسي مع منتخب مصر ما ينفعش تطلع منك يعني هي هو خطأ من لاعب واضح جداً انه مش مركز تماماً تماماً ايه اللقطة معانا ايه غريبة يقول لديت لو فيها اعادة كمان غريبة بوس انا اعتقد انه هو مش بيعترض على حد هو بيعترض على انا يعني هو متضايق من نفسه يعني بوس بوس المنظر ازاي لا يا محمود لا انت لاعب دولي لاعب دولي كبير كمان انا على فكرة انا دفعت عن محمود علاء كتير وهدفع عنه دلوقتي هو هو في الاخر الخطأ ده واضح جداً انه خطأ عدم تركيز هو مش في حالته هو مش مركز واضح يعني ليه بقى مش مركز رغم من على فكرة محمود علاء بدء موسم جايد جداً مع الاتحاد جايد جداً ليه مش مركز العكس انت المفروض ترجع لمستواك عشان ترجع تاني نادي الزمالك مدافع كبير مش هقول انك اتظلمت بس يعني كان من من أقطع اللعبين اللي بتنتقد مع خسار الزمالك او التعاصرات الزمالك ففرصة بقى اثبت اثبت لا انا مدافع كبير غريبة بصراحة بس كل اللعبين بيغلطوا كل اللعبين بيغلطوا انا بس هي التحفز الوحيد ده محمود علاء ده مدافع دولي فالاخطاء دي بتبقى غريبة شوية نلوح ليه اخبارنا النهاردة واول خبر هو يخص محمود كهرباء النهاردة كان الحديث كبير على قصة محمود كهرباء والعقوبة بتاعته طيب ايه اللي عندنا؟ المصدر بالتحاد الكرة كشف لنا ان خطاب فيفا بشأن محمود كهرباء لاعب النادي الاهلي تضمن انتهاء اقاف اللاعب يوم 11 يناير المقبل ما يعني احقيته في المشاركة مع النادي الاهلي في حالة في حالة سداد الغرامة المستحقة بفوائدها لنادي الزمالك المصدر كمان قال لنا انه في حالة عدم السداد سادم اقاف اللاعب مجددا لمدة ستة اشهر بحد اقصى لحين السداد وفي حال مرور ثلاث فترات قيد دون ان يسدد اللاعب سيتم احالة الامر للاجنة الاندباط المصدر كمان في اتحاد الكرة قال لنا انه هيتم الاستفسار من الفيفا حول احقية اللاعب فيها المشاركة بعد 11 يناير المقبل دون سداد الغرامة حسبما يقول محامي اللاعب موضحا انه لا بد من موافقة نادي الزمالك لتقصيد الغرامة الفيفا كان عاقب كهربا بغرامة مالية تقدر بمليوني دولار حسب حضراتكم عارفين بجانب فوايد الغرامة بنسبة 5% سنويا تضاف من يونيو 2018 19 عفوا حكاية كهربا دي بصراعا يعني كمانا داخل عمال افكر اعلق فيها ازاي بص بص مبدأين كده طبعا 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 مع حق نادي الزمالك يا نادي الزمالك لو حق بحكم محكمة رضية من حقه ياخد الغرامة من حقه دي بقى قولة وحيدة دي خلاص دي ما فقاش نقاش الناحية التانية من ناحية انسانية ومهنية انا مشفق على كهربا مشفق عليه راجل لعيب حريف دولي بس ما بيلعبش بقاله فترة طويلة قوي مشفق عليه مش بقول انه المفروض بقى نادي الزمالك يعني يسامحه وما ياخدش غرامة عشان بس الناس تاخد بالها من الكلام لا حق الزمالك ياخده يعني قولة وحيدة ما فهش نقاش بس نفسي نوصل لحل الحل ده مثلا مثلا يعني هل ينفع تقسيط الغرامة هل ينفع تأجيل الغرامة هل ينفع هل ينفع تقليل الغرامة ده طبعا بموافقة مين موافقة نادي الزمالك هل الزمالك يقدر يعمل ده بصراحة انا برضو بحاول احط نفسي مكان الزمالك هل علاقات مع النادي الاهلي فاحسن احوالها طيب هل اصلا انا علاقتي بكهرابة جيدة فممكن اسيب له معرفش معرفش يعني انا بس الموضوع بالنسبة لي معقد معقد جدا نادي له حق كامل طبعا ولاعب يعني خلاص الكريم بتاعه بيخلص بيخلص وهم ما بيلعبش تفاهم ف لازم لها حل وما عبش بقى تدخل النادي الاهلي عشان النهاردة كان فيه ناس بتتكلم على ان الاهلي يعني كاربا له مستحقت عند النادي الاهلي والاهلي محتاج يخش يدخل في هذا الامر برضو مش قادر هل الاهلي مفوض قصلا يخش ولا كاربا هو اللي مفوض يسدد الكاربا دي من نفسه هل مثلا كاربا واخد وعدا من نادي الاهلي انه الاهلي ممكن يتحمل هذه الغرامة ولا الاهلي قالوا لا انت لاتحمل غرامتك المهم لازم تخلص يعني لو كاربا في ايده الحل لازم يحل بسرعة ويسدد الغرامة ما يطولش اكتر من كده عشان فعلا مشفق عليه حرام كارير اللاعب ينتهي بالشكل ده لو الزمالك وده حرية كاملة نادي الزمالك يعني لو ما عملهاش مش يبقى غلطان نادي الزمالك يقدر يقدر يدي تسهيلات في هذا الامر يبقى كتر خير نادي الزمالك ما عملش كده يبقى الزمالك مش مخطئ برضو لازم حل لازم حل بصراحة خسارة يعني خسارة لعب برضو ببص ليه لمنتخم مصر كان مفيد في وقت من الأوقات لمنتخم مصر طيب نعرضه كمان كابتن محمد فاروق استقال من لجنة الحكام مصدر باتحاد الكرة قال لنا نسبة استقالة كابتن محمد فاروق هو ان الكابتن فاروق حصل على وعد من الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة بانه يكون نائب رئيس اللجنة لكنه فوج بتواجده مسؤول عن الدرجة الثانية والثالثة مع الكابتن تامر دوري كمان الكابتن تامر دوري قال او عمل كده برضو خد نفس الخطوة واستقال لانه كان مسؤول عن ادارة او ادارة تقنية الفيديو لكن تم استبعاده ليكون مع فاروق في الدرجة الثانية والثالثة وتم تعيين حكم انجليزي اسمه جاك كولين كان موجود في معسكة الحكام قبل بطولة الدوري ولم يظهر في الاتحاد من وقتها الا بعد قرار تعيينه كمان الكابتن توفيق السيد كان تلقى وعد بانه يكون مدير اللجنة وده برضو ما حصلش واصبح مسؤول فقط عن تعيين الحكام في اللجنة لكن كابتن توفيق السيد لم يستقل كمان كابتن محمد حسن وكابتن طارق سامي حكام عاملين وفي القائمة الدولية وتفاجأة بوجود اسمهما ضمن اللجنة دون اخترام يعني هما شغالين حكام لسه ولقوا نفسهم في اللجنة يعني ده معناه ايه؟ معناه خلاص احنا شكرا مش عايزك حكم عايزك تبقى في اللجنة الحكام واجهوا مسؤولي اتحاد الكرة بالامر ده واعترضوا على القرارات كان رد اتحاد الكرة ان التعينات دي كلها جاءت باختيار من كلاتنبرج الوضع ايه بقى جوه لجنة الحكام مش على افضل ما يرام الدنيا جوه متكهربة استقالات وازمات وقصص وبصراحة بصراحة رغم انتقادات كثيرة لكلاتنبرج من اسرة التحكيم المصري انا مع اي حاجة هعملك لاتنبرج للاخر يعني وريني اخرك في الادارة اعمل الصح من وجهة نظرك وحزبه في الاخر اعمل الصح وحزبك في الاخر مش بقول اللي بيعمله لوقت ده صح الله اعلم اعمل الصح من وجهة نظرك اللي حزبك عليها في الاخر مش انا كريم اتحاد الكرة يعني بس اعمل الصح من وجهة نظرك اللي انا ممكن اشوفها غلط عادي انا مش مشكلة اللي جمي مش مشكلة السادة الحكام اللي زعلنين برضو مش مشكلة مع كامل اللي احترام ليهم بس هو المسؤول هو اللي هيتحاسب مش هما وبالتالي يعمل له عايزه يتساب يعمل اللي هو عايزه عشان لو ما تسابش يعمل له عايزه لا قدر الله لا قدر الله وإحنا منحزبه في الآخر يقول لك أنا فشلت عشان انتو ما سيبتونيش عامل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبه هو براءة وإحنا المسؤولين المسؤولين على الكورة يعني طيب النهاردة الزمالك كمان قال إنه بيرفض الدخول في صفقة خالد عبدالفتاح الزغير الايمن لفريق سموحة اللي عب بعيد عن حسابات نادي الزمالك والنادي مش عايز يتعامل في الفترة حالية مع إدارة نادي سموحة وجوزوالدو فريرة مقتنع بوجود المسلوسي وعمر جابر وأيضا محمد عبدالغاني في هذا المركز خالد عبدالفتاح من جمل اللي لفتوا النظر في مركز الزغير الايمن في الفترة الأخيرة وحسب معلوماتنا إنه النادي الأهلي مهتم أيضا بخالد عبدالفتاح وممكن نتكلم مع سموحة في يناير سامسون أكينولا المهاجم اللي الزمالك ضمه مشاركش في فترات كبيرة الفترة الماضية هو طلب من البرتغالي جوزوالدو فريرة الحصول على فرصة كاملة مثل باقي اللاعبين للتعبير عن إمكانياته الفنية والبدنية وعشان ما يتمش تصنيفه إنه صفقة فاشلة زي ما بيتردد في الوقت الحالي مشي من اللعبة على فكرة لما كنا نتكلم عنه قبل ما ييجي نادي الزمالك وعنده شوية فيديوهات كويسة يعني كان عنده شوية مهارات كويسة بس لسه ما ظهرتش فممكن يكون مع الفرصة ممكن يظهر بشكل أفضل نادي الاتحاد اسكنداري بيفوض يوسف أوباما وبيطلب معرفة موقفه من الانتقال إلى النادي اسكنداري في يناير المقبل واللاعب حتى هذا اللحظة ما حسمش موقفه سواء بالبقاء مع نادي الزمالك أو الرحيل لعروض خارجية خالجية وبيمنح الأولوية للاتحاد في الدوري المصري فيه بقى خبر مهم جدا مفاجأة يعني مفاجأة فوز الأججع الرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كان النهاردة في اجتماع مع الأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة المغربي وقال إيه بقى قال وقال كده نصا يعني قال اللي أنا هقوله دو شهادة للتاريخ شهادة للتاريخ في لعبين كانوا موجودين في كاس العالم في لعبين كانوا موجودين في كاس العالم اللاعبين دول ما كانش ينفع يلعبوا بعد المباراة التانية مع المغرب كان عندهم إصابات محتاجة علاجة على الأقل 15 يوم ورغم كده تحملوا على نفسهم لحد نهاية البطولة المفاجأة الأكبر إيه بقى المفاجأة الأكبر إن فيه اتنين لعيبة من القوام الأساسي للمنتخب المغربي هما نايف أكرد ونصير مزراوي وصيبوا خلال كاس العالم بفيروس كورونا ورغم كده غيبوا عن بعض المباراة ورجعوا كملوا لعب عادي مع المنتخب المغربي في كاس العالم وتحملوا على نفسهم يعني إصابات بحسب رئيس الاتحاد المغربي فوس الأكشة إصابات تمنع لعبين إنهم يكملوا البطولة أصلا ورغم كده كملوا وتحملوا على نفسهم وذكر منهم أشرف حكيمي وذكر منهم سايس المدافع الرائع جدا على سبيل المثال وقال إن نايف أكرد ونصير مزراوي أصيبوا بفيروس كورونا خلال البطولة المغرب في كاس العالم ده عملت ملحمة اللاعبين اللي لعبوا ومثلوا المنتخب المغربي دول أسماء هيتحطوا بحروف من زهب في تاريخ العرب والقارة الأفريقية مش بس المغرب دول حرفيا قتلوا في كاس العالم قتلوا في كاس العالم حاجة رائعة جدا حاجة رائعة جدا زي ما قلت لكم بعد الفاصل هيكون معايا الصديق العزيز محمد جمال محللنا الرياضي نتكلم معاه كثيرا كثيرا في الكنز الكنز اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا نكشف عنهم ونتكلم عنهم وإن شاء الله نلاقيهم في المنتخبات الوطنية في أقرب وقت ممكن بعد الفاصل يا أعلى أب حضراتكم لسا مكملين مع حضراتكم وضيفي في هذه الفقرة الصديق العزيز محمد جمال محللنا الكبير الرائع للنهاردة جاي بلنا الكنز وجاي الكنز اللي كنت أكلمكم عنه قبل الفاصل الكنز اللي أيبا المصريين اللي موجودين في أوروبا هناخد منه كم سبيك الدهب كده وكم ياوت ومرجان والحاجات العظيمة دا تعامل يا جيم زال فل أنا أخبرك مفصوط اللي معك العادة أنت شكلك تعبان جد بحاولها بحيث يلا إثبت معنا ده كنز النهاردة فعايزين لت الله هو عشان حلقة الكنز آه عايزين لت الله لأقول إيه رأيك في حكاية إنه لسا متأخرين قوي في موضوع إنه إحنا نروح وندور ونجيب لعيبة من أصول مصرية في أوروبا خدنا وقتها طويلة كريم حتى في بعض اللعيبة لا أحنا مخدناش وقتها طويلة إحنا لسا أصلا خدنا وقتها طويلة لحد ما ندرك إنه إحنا عندنا ندرك بس ودي مشكلة وأزمة كبيرة جدا بتارينا النقب عن اللعيبة اللي برا وأنا استخدمت لفظ النقب تحديدا لأنهما بالنسبة لي معادن ثمينة جدا اللعيبة اللي موجودة دي أنا أقدر أبني عليهم لما أجي أقول لك يا كريم إن إحنا عندنا أربعين لاعب فيما أكثر في الفئة العمرية من ألفين وتمانية يعني أنا بتكلم على لعيبة عنده 14 سنة بدأت تتشكل موهبته حتى موليد الألفين والألفين واحد اللي هما المنتخب الأوليمبي فبتكلم على مجموعة من اللاعبين ممكن يكون فيهم ما لم يصل مستوى بعد للتمثيل الدولي لكن أنا عندي وهنعرض النهاردة أكتر من 23-24 لعيب كلهم قادرين على تمثيل المنتخبات في الفئات السنية على الأقل إلا ما يكن منهم البعض هنتكلم عليهم بالتفصيل اللي يقدر يتواجد مع روي فيتوريا خلال الفترة القادمة وهنتكلم في نهاية الشرحة عن اللاعبة إيه أهمية بعض اللاعبة أنهم يتواجدوا في التوقيت الحالي مع روي فيتوريا مع المنتخب الأول مش مع المنتخبات السنية الوراء ده في كنز كتير أنت من دين الكنز ده صح؟ راهيم كمان معنا في دعام عظيم نبدأ بمين؟ نبدأ بريكاردو موسكاتيلي لأن فيهم أخوين وبالمناسبة من ضمن المفارقات أنه في أكتر من لعب أكتر من ثنائي أشقاء موجودين ممكن يكونوا موجودين في نفس النادي وممكن يكونوا موجودين في عنديها مختلفة لكن بيبقى سهل جدا أنت لما تروح تستقطب اللاعبة دي تقدر تجيب الثنائي الأخين لما تيجي تحاول تعمل لهم أو تحللهم مشكلة قبل ما أخش بس ونبدأ نتكلم على ريكاردو موسكاتيلي أنه دايما في بعض المشاكل الورقية أو اللوجستية أعتقد أن هي في المتناول دايما أن إحنا نقدر نعملها ونقدر نشتغل عليها خلال فترة دي فلما يكون في أخين بتبقى إنها الإجراءات أسهل بشكل كبير ريكاردو موسكاتيلي يا كريم هو العيد مولدي لألفين واربعة يعني عنده 18 سنة في وقتنا الحالي ريكاردو موسكاتيلي نشأ ونشأته كلها وتكوينه كله في إيطاليا انتقل لجونوا وهي المحطة الأهم في مسيرة الصغيرة لعبة عنده 18 سنة انتقل للمحطة الأهم لفريق جونوا جونوا من الفراء المحترمة في إيطاليا من الفراء الواصل خاصة في مراحل قطاعات الناشئين وخلينا أقول لك أن فرقة جونوا في ظل وجود عمالقة إيطاليا قدر أن ياخد الدوري في وجود ريكاردو موسكاتيلي عشرين 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 واحد وعشرين بعد منتقل ليهم بسنتين شارك مع الفريق وقدروا ياخدوا لقب الدوري الإيطالي للفئة الثنية تحت 18 سنة كلام ده من سنة ونص فلعيد بيشترك في فريق قوي على صعيد الفئات السنية نقدر نجيبه على مواليد الألفين واربعة أعتقد أنه لعيد مبشر جدا 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 يا كريم والفين واربعة يعني نقدر يكون متواجد في منتخبنا الألفين وثلاثة اللي بيقوده الكابتن محمود جابر بمنتهى السهولة إلا ما يكون في المنتخب الأولمبي أعيزوا الحاجة جونوا بس للناس اللي متعرفش جونوا في إيطاليا شبه لإسماعيلي زمان صحيح يعني قطاعات الناشئين بتاعت الإسماعيلي زمان اللي هو إيه ده الكنز اللي الناس كلها بتدور فيه فجونوا في إيطاليا ده الكنز اللي كل الأندية في إيطاليا بتدور فيه فكونوا إنه هو بيلعب في شباب جونوا فده معناه إنه هو لعب جامد جدا متأسس كمان كويس قوي لأنه معهم دلوقتي بقاله أربع سنين ونشأته وتكوينه وهو عنده النهاردة بنتكلم على 18 سنة منهو عنده 14 سنة وهو بيلعب في جونوا وخد معهم الدوري بيلعب في مركز الزهير الأيمن ولما نيجي بمركز الزهير الأيمن يتقلب علينا الأحزان ونلاقي إن إحنا ما عندناش ظهير الأيمن دلوقتي قادر إنه هو يثبت نفسه ويثبت نفسه في التشكيل للمنتخب مصر الأول هاي مش المنتخب بس مش المنتخبات كمان منتخبات الفانت السنين ده ظهير الأيمن آه ده ظهير الأيمن هاي ريكاردو موسكاتيل هاي اللعيب اللي بعده وده لعيب هقف عنده كتير كريم محمد طلبه آه قبل ما أعرف إنه هو لعيب مصري بالمناسبة في البري سيزن الحالي اتفرجت له الماتش مع بوخم كانوا في البري سيزن بتاعهم قبل ما يبدأ البونتسليجا لأن بوخم طالع من الفريل الأول الفريل الأول طالع من الدرجة التانية لموسم الماضي وبيلعب في البونتسليجا الدرجة الأولى مع باني ميونيخ مع دورتمونت عشان سهل الأمور على الناس يعني واتفرجت لقيت فيه لعيب بيلعب إسر محمد طلبه فبتلت قلت مكري يعني ورد إنه يكون لعيب عربي يعني مش يتورى الموضوع لقيته لعيب مصري لعيب ممتاز وقت ما لعبه كريم لم يتمل عامه الثمنتاشر لما لعب فريق أول مع بوخم في البري سيزن لم يكمل عامه الثمنتاشر ودخل أربع مرات سنة دي القائمة لسه ما اشتركش مع الفريق الأول لكنه واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في القطاع الناشئين في بوخم حتى إنه هو لم يكمل عامه الثمنتاشر وبيكمل عامه الثمنتاشر كان بيشترك في كل الفئات السنية حتى فريق اللي هو بوخم بي اللي هو تحت 23 سنة وتحت 21 سنة بيشترك فيهم وكمان تم تكريمه من قطاع الناشئين في بوخم إنه أفضل موهبة في بوخم عن الموسم المنقاضي 2020-2021 2021-22 أفضل موهبة داخل القطاع داخل كل الفئات السنية في بوخم ومحمد طلبة محمد طلبة بعد ما اتفرجت عليه في البري سيزن في بخم يقدر ينضم بمنتهى البساطة هو مواريد الالفين واربعة للمنتخبنا الوليمبي بل ونقدر نتفرج عليه كمان ونشوفه مع روي فيتوريا لعيب نفتكر الاسم ده كتير جدا جدا محمد طلبة لعيب مباشر جدا بيلعب في مركز سنتر باك مية خمسة وتمانين سنتي لعيب ممتاز انا بقولك يعني ما اتفرجتلوش على ملخصات لا ده لعيب اتفرجتله على مباراة كاملة مع بخم قبل ما بس قبل ما تخش على اللعب اللي بعد كده انه اللعبين دول بيبقوا محتاجين مفوضات اكي انها مفوضات ما عندها طبعا وانك تلع تتكلم معاه وانه يختار منتخب مصر ما يختارش مسلا منتخب المانيا وانك تتكلم معاه وتقوله المميزات اللي ممكن تاخدها لما تيجي ورقه يخلص والباسبور والحاجات عشان اللعبة دي بيبقى عندها بعض المشاكل الادارية تقول الامور ديت هي اللي بس ايه محتاجين نعمل فيها مجهود انت بش بنجرد بس انك بتقوله ايه تعال انت عندك مع اسكر جاي المنتخب مصري وتقفل السماعة وتقوله سلام عليكم لا انت بتتكلم معاه وبتقنعه كمان نلعب لمنتخب اشكرك يا كريمة على اثارة النقطة ريه لانها نقطة مهمة جدا وكان لازم انا اقولها في البداية كل هؤلاء اللي عبقوا ايه كل مش استثناء الكل معاهم جنسيتين جنسية الدولة اللي موجودين فيها ولعبوا فيها وفي بعضهم اتولد فيها وجنسية الاب والامة والجنسية التبعية اللي هو جنسيته الاصلية انه هو لعب مصري فانت محتاج تقنعه محتاج تخلص لورقه المعاملة يحس انه فيه اهتمام ورغبة انه هو يكون موجود لانه اكيد شرف لي انه يكون متواجد في منتخب مصر لكن في النهاية والعيب يحتاج يحس انه متقدر من منتخب بلده وبيعامل معاملة جدا كلاعب محترف في بعضهم بالمناسبة لعبوا في لما نيجي لمعظم اللي باقي اللاعبين لعبوا في المنتخبات الفئات السنية في فرق كبيرة في اللاعب في منتخب المانيا في اللاعب في منتخب المانيا للفئات السنية ومنهم لعيب متواجد احنا مش هنسرده بالتفصيل لانه متواجد في معسكر منتخبنا ال2003 مصطفى اشرب مصطفى اشرب هو كابتن منتخب المانيا تحت 18 سنة وشيء جيد يبدو ان هناك شيء جيد انه لعب انضم اخيرا لمنتخبنا ال2003 مصطفى اشرب كابتن منتخب المانيا تحت 18 سنة ناخد اللي بعده ناخد اللعيب اللي بعده مصطفى عصام مصطفى عصام لعب سنتر باك قوي جدا بلعب فيه فريق الغرفة القطري اشترك مع فريق الغرفة تحت 21 سنة الموسم الماضي واشترك السنة دي مع فريق الغرفة فريق غرفة قوي جدا الفريق الاول الفريق الاول اشترك الموسم الحالي مع فريق الغرفة الفريق الاول وظهر بشكل جيد او ما بشتركش كل المباريات لكن لعيب من موليد الالفين واحد وبالمناسبة هو موجود اشترك مع المنتخب القطري الاوليمبي موجود باستمرار مع المنتخب القطري الأولمبي فأيضا نحتاج أنه قبل ما اللعيب يشترك وكان موجود في القائمة المبدئية كمان للمنتخب القطري الأول أقول حاجة معظم الناس عارفها بس برضو عشان يعني اللي ما يعرفش يعرف يعني طبع أنه اللعب يشترك في منتخبات أعمار سنية أقلي من المنتخب الأول أنت والد وتعرف تلعبه في المنتخب الأول عندك والعكس ولازم يخب بالنم ديها كريم لو اللعيب جي عندك وهو مع جنسيتين واشترك عندك في فئات السنية وبعدين بزغ نجمه دون أن يشترك مباراة واحدة مع منتخبنا الأول يقدر يحلع في أي منتخب تاني بالزبط كده فلازم يخب بالن هو الفكرة أنه المنتخب الأول اللي هيلعب له أول مرة هيبدل معه لأخير العمر صح من اليوم فتاني خلاص الموضوع خلص القصة تنتهي مع اشتراكه مع المنتخب الأول منتخبات الفئات السنية لأ وارد جدا أنه يلعب في منتخب واثنين في الفئات السنية ده مصطفى عصام لعيب الغرفة القطر روح لأدم طلبة قلتلك أنه هتلاقينا وإحنا ماشينا يا كريم بنتكلم على لعيبة بنتكلم على لعيبة إخوات أدم طلبة أخو محمد طلبة اللي قلتلك أنه يلعب فريق أول في بخم في البري سيزن وأفضل لعب في قطاعات الناشئين موجود في فرقة بخم بيلعب في مركز ستة لعب مبشر جدا جدا مواريدة لألفين وخمسة هو أصغر بسنة من محمد طلبة لعيب يقدر يلعب بمنتهى البساطة في منتخب الكابتن محمود جابر مواريدة لألفين وخمسة أنا بس هزول حاجة معنيش ناسف للمقاطعة أنه 17 و 18 سنة ده يلعب منتخب أول عادي زي ما بيحصل في العالم كله دلوقتي يعني خلال بارموريخ مبارح ليفربول كان بلعب لعيبة عنده 17 سنة لعيبة 18 سنة إسبانيا كان بلعب جابي عنده 17 و 18 سنة يعني وباقي اللاعبين اللاعبوا الصغيرين في كاس العالم فده عادي يعني ده يلعب منتخب أول عادي والأكتر من كده يا كريم يحب ناخدها بس ستيب فورورد إن اللاعب ما بيجيش أصلا فحنا نجيبه ونشوفه زي ما حصل مع تيبو جابريال تيبو جابريال جيل منتخب لألفين وستة حتى إخونا أوف إير يا كريم في ماتش من المشاكل التوفارج أنا وإنت على المباراة وإنتين لعيب مختلف مختلف تكوينه مختلف شخصية وشخصيته في الملعب رغم إنه لعيب ما كنتش ستاشر سنة كان بيلعب مع منتخبنا الألفين وستة موجود دلوقتي في معسكر الألفين وثلاثة يقدر يلعب بمتالب بساطة في معسكر الألفين وثلاثة فيها سنية أكبر منه بثلاث سنين وقادر إنه يكون موجود نفس الأمر بالنسبة لي آدم طلبة أخه محمد طلبة بيلعب في بخهم بيلعب في مركز ستة موليد الألفين وخمسة هو أصغر بسنة من محمد طلبة لعيب سبعتاشر سنة يقدر يتواجد حتى المنتخب الأوليمبي ونقدر نشوفه في اللعبة دي لو جات وشفناها وقدرنا نجيبهم ويشتغلوا معنا ونفرج عليهم مرة واثنين وثلاثة لأن في نقطة مهمة يا كريم إحنا هنا منطقين مش جايبين كل الأسماء منطقين اللعبة اللي بتلعب في لفل جيد أثباته نفسهم بيلعبوا باستمرار الريبيتيشن بتاعتهم في هناك في دوريات اللعبوا فيها جيدة مش انطقينة أي لعب بيلعب في فريق بره وخلاص لأننا في الناس كتير طبعا الرد التلقائي هيتقلك إنه ما هو مش ويا مش عشان بيلعب بره يبقى لعيب كويس وارد يكون لعيب إمكانياته قليلة وارد حصل قبل كده في بعض اللعبين لكن احنا انطقينا لعيبة تشتغل بره بشكل مستمر موجودين في أندية لها اسمها أو دوريات لها اسمها عظيم نروح بعديه لزياد الشيوي زياد الشيوي زياد الشيوي لعيب بيلعب في نادي أستوريا فيهن واحد من الأنديال الكبيرة جدا فيه النمسا لعيب مبشر جدا كريم زياد موليدي لألفين واربعة شغال مع فرقة أستوريا فيهن رغم النواة 18 سنة نقطة ركت القولة من شوية ولعب فريق أول هاي ابتدأ يشترك على مستوى الفريق الأول واشترك حتى الآن 37 مباراة رسمية 37 مباراة رسمية وهو لم يتمم عامه 19 و18 سنة وشهور فزياد الشيوي واحد من اللعيبة المبشرة جدا كريم اللي نقدر نتفرج عليها خلال الفترة اللي جاي خاصة تاني إنه لعب فريق أول فيه سن مبكر جدا مصطفى أشرف مصطفى أشرف مش قفع عند مصطفى كتير مصطفى العيد كبير النهاردة تواجد المباراة الأولى مع منتخبنا فيه فريق بروسيا منشونجلباخ بيلعب فريق بروسيا منشونجلباخ لسه لم ينضم الفريق الأول فريق بروسيا منشونجلباخ فريق قوية جدا في ألمانيا صعب جدا إنك تاخد فرصة لعب عنده الشخصية ونفرج على مصطفى أشرف ده لا حتما أعتقد مصطفى مع الوقت والانسجام النهاردة أول مباراة يخضها خضاء من منتخب غانا الأول للمحليين ظهر بمستوى جيد لكن طبعا واضح تماما إن حالة الانسجام اللعيب لسه متواجد مع المنتخب ده بقى له أيام قليلة جدا فمصطفى أشرف من اللعيبة اللي الناس تحط عينة عليها زي ما قلنا على محمد طلبة نحط عينينا على مصطفى أشرف لعيب مركز 8 يا كريم نموذك أنا شفت له فيديوهات طويلة شوية لعيب نموذك في مركز 8 وبيلعب لحد فرقة الواحد وعشرين في بروسيا منشونجلباخ اللي هو السكن تيم في بروسيا منشونجلباخ لسه لم يشترك مع الفريق الأول لكنه لعيب جيد جدا جدا والناس تبص على مصطفى أشرف لعيب بروميسينج جدا أنه يكون موجود في منتخبنا الأولمبي ومنتخبنا الأول النهاردة كمتواجد مع منتخب الألفين وثلاثة واشترك لأول مرة أعتقد أنه مع الوقت مصطفى أشرف هيكون موجود في منتخبنا الأول مع محمد طلبة في لعب مصري اسمه يونيس إدريس بيلعب في نادي H.P. خوج الدنماركي هو موليد الدنماركي تولد في الدنمارك ويتقلق هناك ولعب وقدى واشتغل بشكل كويس هو موليد عام 2005 لأب أريتري مصري دنماركي وأم دنماركية من المواهب اللي ممكن نشوفها مع منتخبات مصر الوطنية الفترة اللي جاية هو مركزه بيلعب في مركز الظاهير الأيسر وفريق H.P. كوج بينافس في دولة الدرجة الثانية في الدنمارك بالمناسبة يعني احنا واحد من النجوم الكبيرة اللي لعبت المنتخب مصري وخلناها بالدنمارك بالطريقة دي طبعا تفتكر محمد زداد طبعا يونيس معنا عبر سكايب يونيس مساء الخير مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم عشر شكرا شكرا جزيلا حسب المعلومات اللي قدامي انت لعب من اصول لمصرية مظبوط نعم هل انت من اللاعبين اللي ممكن يكون حصل بينهم تواصل مع اجهزة فنية منتخبات مصر الوطنية او اي من الافراد اللي موجودين في مصر للانضمام للمنتخب في اي فترة من الفترات هل حصل معاك اي تواصل من جانب مصري في احدى المنتخبات اللي انضمام لأي منتخب في الفترة الماضية لا لم يحدث هذا بعد ولكن ان شاء الله يحدث هذا في المستقبل انت مولود في الدنمارك مظبوط نعم نعم انا مولود في الدنمارك هل زرت مصر في اي وقت من الوقات نعم بالطبع لقد زرت مصر مرات عديدة الاسكندرية ايضا عظيم طيب هل من حاجات المهمة جدا انت لعبت في فريق اجدوات من امتى بدأت لعب الكورة امتى اشتغلت امتى للمستوى الاحترافي لقد بدأت في عمر الثانية عشرة انت حالية في الفترة حالية دانيل ايجر المدافع الكبير لليفربول هو مدربك في الوقت الحالي مظبوط نعم نعم اعرف ذلك بطبع ولكن ولكني بدأت لا بألتقي بها كثيرا اه انت بترعب دلوقتي في الفريق الاول ولا في فرق الناشئين لقد بدأت في فريق اللعب في فريق الشباب واذا ما لعبت بشكل جيد ان شاء الله سوف التحج بالتدريب مع الفريق الاول ان شاء الله انت طبعا عندك فرصة تلعب للمنتخب الدنماركي والمنتخب المصري تحب تلعب للمنتخب المصري الفترة اللي جاية لو جالك استدعائي انا هتكون حاجة من الحاجات اللي انت تتمنىها بالطبع بالطبع لانه يسعدني ان العب لالفريق القومي المصري لاني لدي العديد من افراد اسرتي في مصر واود ان امثل الشعب المصري وهذا امر جيد لنسبة لي لهذا في يوم ما سوف العب لالفريق القومي المصري بتابع كرة مصرية تعرف اي من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الوطني المصري طبعا باستثناء محمد صلاح يعني الجميع يعرفوا نعم اعرف الكثير من اللاعبين صلاح وانني وانك الكثير من اللاعبين ايضا والكثير من اللاعبين الشباب الذين ايضا يلعبونا في اوروبا طيب جيمي جيمي كمان كان عايز سأله سؤال الفضل جيمي شايف انه خلال الفترة اللي جاية اه ما حصلتش معاه تواصل انا كنت كان عندي معلومة انه والده معوش باسبور مصري وخلال الفترة اللي جاي مكي خلال ثلاث شهور هيقدر يتحصل على الباسبور لانه هو مصري اريتري فهل والده ابلغه بده انه قريبا هيتحصل على الباسبور المصري اللي يساعده في حالة تواصل المنتخب الوطني معاه انه يقدر يعمله باسبور ويقدر يبع عنده اوراق مصرية نعم تحدثت في هذا الامر مع تحدثت في هذا الامر مع والدي وبعد ثلاثة اشهر سوف احصل على جواز السفر المصري وبالتالي استطيع ان التحك بالفريق القومي المصري ان شاء الله هذا هو هدفي مين مسلك الاعلى في مركز الزهير الايسر في العالم انا شايف لعطات ليك دلوقتي او موهبة كبيرة مارسيلو احد اللاعبين الذين اتطلعوا ليكي اكون مثلهم وجوليالبا يونس ادريس واحد من المواهب المصرية المميزة اللي بيلعب فيه الديرمارك تحديدة نادي اتش بي كوجا الدنماركي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة انا تمنيها لك ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى موجود مع احدى المنتخبات الوطنية المصرية باي سهل ايه يعني هو اللي هو ايه تقول له عايز تلعب لمنتخب مصر او عايز تلعب لمنتخب مصر طبعا ده في يعني عشان بس افهم السادة المشاهدين او يعني اشرح لسادة المشاهدين عفوا انه في لعبين عشان تقردهم كوندفور ولا السنغال ولا غانا مفاوضات صعبة جدا وحصل مع المنتخب الغاني في كاس العالم بالضبط مفاوضات استمرت للشهور مع سبع لعبين انتهت في النهاية فيه تلات لعيبة وافقوا ان هما ينضموا لمنتخب الغاني واربعة لقى فالساني تقول لهم منتخب مصر حبا لعب لمنتخب مصر طبعا طبعا حبا لعب لمنتخب مصر تعالا نكمل اللي يلا بينا يلا من تاني معك طبعا اتكلمنا على مصطفى اشرف والتاني اللي انا هركز عليه جدا مصطفى اشرف الموجود دلوقتي مع منتخبنا ال2003 ويقدر يلعب منتخبات فئات سنية اكبر من كده مع منتخب المصري بعد الانسجام لانه الناس متحكمش على لعيب اللغة مختلفة ويحتاج وقت خاصة عامل اللغة بيحتاج وقت يا كريم لان معظم هؤلاء اللعبين زي ما شفت يونس بيتكلم دنماركي وبيتكلم انجليش فاللعيب لما بيكونش بيتكلم مصري او عربي برضو بياخد شوية وقت علشان يدخل مع المجموعة كمان تيبو جابريال تيبو جابريال اللعيب اللي احنا اتكلمنا عليه منتخبنا الالفين وستة ودلوقتي متواجد مع منتخب الالفين وثلاثة واعتقد انه اللعيب هيتطور بشكل كبير تيبو بيلعب في فرانكفورت واتنقل من فرانكفورت راحه فنهايم فلعيب لعيب عنده القدرة انه خلال الفترة اللي جاي هيتطور بشكل اكبر من كده وبالمناسبة بيلعب في مكانين بيلعب في سنتر باك وبيلعب في مركز ستة هو بيفضل شوية يلعب في مركز ستة لان زي ما انت شفت كده كريم لعيب هو لعيب مركز ستة لانه ناشئته كلها في الدور الالماني مع فنهايم فناشئته خلته لعيب مركز ستة متطور مش لعيب الديستروير حتى الناس لما تتفرج عليه او تتفرج على مباريات منتخب الالفين وستة تحس انه لعيب مختلف لمسته مختلفة للكرة لعيب بيقدر يشتغل بشكل جيد بيقدر يطرق كرة بشكل جيد وبيقدر يبني الهجمة بشكل جيد فاعتقد انه تيبو جابريال مكسب كبير لمنتخبنا سواء منتخب الشباب او منتخب الناشئين عظيم ناخد ناخد اللي بعده نور الدين البحار للأسف نور مصاب دلوقتي لعيب بيلعب في نادي التحق الجدة وكان حصل قزمة كبيرة بسبب نور عن انباءة عن مفوضات بعض الاندية المصرية معاف معسكر من معسكرات المنتخب الماضية نور يا كريم موهبة كبيرة جدا 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 من اللعيبة اللي تحب تتفرج عليها لعيب يمتعك تتفرج عليه وبالمناسبة ومتمسكين بيه جدا جدا في نادي التحق الجدة وتم تصعيده لمعسكر التحق الجدة وهو رغم انه مواليد لألفين واربعة ورغم ان فرقة التحق الجدة مليئة بالنجوم طبعا فيها نجمين المصريين أحمد حجازي وطريق حمد مليئة بالنجوم خاصة انه بلعب في مركز البلايميكر لعيب هم هناك بسمول في النور الدين البحار لعيب موهبة كبيرة جدا اشتغل في البري سيزن مع فرقة التحق الجدة لكن لأسف جاله رباط صليب وأصيب تمس من قبل منتخب مصر تاخد انه بعد الاصابة هيرجع ان شاء الرحمن اشتغل مع منتخبنا الأولمبي موهبة كبيرة والناس تركز عليه لعيب يستحق الكثير من المتابعة طيب أنا عايز بس أقول خبر خبر عاجل مصدر فيه النادي الأهلي أكد لنا منذ لحظات انهما أنهوا الاتفاق بشكل نهائي مع محمد ضاوي كريستو لعب النجم الساحلي التونسي في صفقة هتكون مدة العقد فيها عقد اللاعب مع النادي الأهلي أربع مواسم والنجم الساحلي وضع بند فيه التعاقد بنسبة مقاوية نسبة إعادة بيع من النادي الأهلي بعد التعاقد مرسل كورا رحب جدا بي التعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة فيديوهات له خلال الأيام الماضية وهيتم الإعلان عن الصفقة رسميا بعد الانتهاء تماما تماما من الرطوش المالية عشان يعني الأهلي عنها بشكل رسمي ولكن حسب مصادرنا فيه النادي الأهلي ان الاتفاق تم بين الأهلي والنجم الساحلي للتعاقد مع محمد كريستو لعب النجم الساحلي مواجم النجم الساحلي يمكن إحنا النهاردة يا كريم كنا يعني هنتكلم عن محمد كريستو تفصيلين أنه لاعب قريب جدا من النادي الأهلي يمكن كان عندنا معلومة أنه هو خلاص بشبه أنهى كل شيء العيد نفسه وأنهى كل شيء مع النادي الأهلي لكن كان يتبقى الاتفاق المالي ما بين إدارة النادي الأهلي ونظام الأقصاط وخصم المبلغ المتبقي من مستحقات النادي الأهلي لدى النجم الساحلي من عقوبة كليبالي فهنتكلم تفصيليا أكيد على محمد الضوي بعد ما نتكلم على نجومنا المحترفين في الخارج أنا بس عشان أقولت أقولي الخبر أنا عايف لي أنت كنت محضر حاجة ليه بس قلت إيه نلحق نقولي الخبر بسرعة بما أن الخبر عادل طبعا يلا ناخد اللي بعدين ناخد عمر عبد المجيد عمر عبد المجيد لعيب لقى مع هامبورج موليد الألفين وخمسة لعيب مبشر جدا يا كريم أنا معرفش أنا معنا ليه متريل ولا لأ بس عمر من اللعيبة المبشرة جدا 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 بشتغل في وسط الملعب بلاي ميكر بلعب على مركز الجناح وعمر من اللعيبة اللي عليها سبوت من فترة طويلة أنه يبتري يشتغل مع هامبورج الفريق الأول رغم أنه هو من موليد الألفين وخمسة وعمر عبد المجيد تحديدا يمكن كان فيه كلام كتير أنه هو هنتقل لأحد الفرق غير هامبورج في البوندس ليجا رغم أنه هو العيب صغير في السن لأنه مواهبة ظاهرة جدا عمر عبد المجيد من المواهب اللي أنا إن شاء الله رحمن يعني نتنبق لها أنه هو يكون موجود خلال الفترة اللي جاية مع منتخبنا الوطن عظيم جدا ناخد اللي بعده أمير صالح نروح للعيب اللي بعده أمير صالح واحد من المواهب المبشرة جدا وهنا هقف عنده نقطة مهمة جدا لما نجي نتكلم على أنه معظم العيبة اللي بنتكلم عليها يلعيبها تأسست في مدارس عاملة إزاي مدارس هي مصنع صناعة المواهب والناشئين في العالم سواء بنتكلم على الدوري الألماني أو بنتكلم على هنا عف أمير صالح على الدوري الهولندي لعيب أطرخت تحت 17 سنة مواليد الـ 2006 لعب لم يكمل عامه الـ 16 لعيب مبشر جدا جدا كريم وقادر يشتغل بشكل جاي جدا جدا مع أطرخت وكان عنده قفر في بداية الموسم إنه هو ينتقل لأحد الأندية تحت 21 سنة كان هو فضل إنه يبقى مع أطرخت أطرخت من الأندية القوية جدا مع بي اس بي وفاينورد وآيكس اللي بيقدم مواهب للكرة الهولندي بشكل جاي جدا هاي الجد ناخد اللي بعده لعيب رغم إنه لما يجهزوا اللي بعده لعيب رغم إنه صغير السن إلى إنه لعيب يا كريم سوبرستار ده لعيب 16 سنة لم يكمل 16 سنة عنده 15 سنة وشهور كريم أحمد عنده 15 سنة وشهور يا كريم وبيلعب في ليفر بول تحت 18 سنة لعب في الإف إي كاب مع ليفر بول سجل أمام بورنوث لعيب تطور عايزة يعني يمكن الصورة مش معانا أجيب لك التطور حتى الفيزيك البدني بتاع كريم بس في 7 شهور عايزة أجيب لك الحالة البدنية اللي كان عليها كريم من 7 شهور والتطور بتاعه في مباراة اللي خادها من 5 أيام أمام بورنوث وسجل فيها هدف صعود ليفر بول أمام بورنوث في الإف إي كاب للشباب في إنجلترا لعيب إن شاء الرحمن نقدر نحن نتواصل معاه كريم ده مع رعايته في العيب تاني نتكلم عليه بعد شوية هيبقى واحد إن شاء الرحمن يبقى عندنا صلاح جديد في الدور الإنجليزي مش عايز هو لسه لعيب صغير لكن لما لعيب بينشع في هذه الأجواء ويكون عنده الثقة في ناشئين بهذه الجودة ويمكن يورجين كلوب من المدربين اللي دايما بياثقوا في الناشئين مش بعيد أبدا تلاقي كريم بعد سنة بالكتير تلاقيه موجود مع يورجين كلوب في الفريق الأول شفنا لعيبة 17 سنة و18 سنة يورجين كلوب بدل علي أخلهم ممكن عشان مصري كمان إن شاء الله يبقى نفس الموهب لكن هو واضح تمام موهبته بدليل إنه تم تصعيده هو ولعيب واحد بس من فريقته للفريق الأكبر فريق الـ 18 سنة لأن يورجين كلوب كان واخد 3 لعبين من فريقة الـ 18 معه فوق فتصعدوا اتنين لعيبة فقط من فريقة 16 سنة كمانهم كريم أحمد لعيب مباشر جدا وهنتفرج عليه كتير فترة اللي جاية نتمنى إنه نحافظ على ده إن شاء الله واعتقد إنه مع هذه الناشئة أو هذه التربية ومهم جدا لحنا نتواصل مع هذه الوقت لعيب لما يكون بيلعب في ليفر بول حتى لو كانت سنو صغير ما تم الـ 16 سنة جامد جدا وصعب ولو استنيت شوية والترة يلمع أكتر من كده هو أكيد معجنسة إنجلزية فهيبقى صعب أن أنت تجيبه من إنجلترا عظيم جدا طيب نروح لسكايب معنا نعيم أبو بكر لاعب زول توارج البلجيكي لاعب أيضا من أصول مصرية نعيم مساء الخير مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم 10 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لك على المؤسسة لك على هذه الفرصة ويسعدين أن أقدم نفسي لكم في هذا البرنامج نعيم عايز نتعرف عليك أكثر بتلعب في مركز عمرك قد إيه بدأت كورة من إمتى في هذه اللحظة أنا ألعب في الظهير الأيمن وأولا بدأت في اللعب حين كان عمري خمس سنوات في فريق بلجيكا وانتقلت إلى فريق آخر بعد ذلك وهو أحد الفرق المحلية وبعد ذلك لعبت لفريق سيافي وهذا هو أحد الفرق ذات القودة العالية في بلجيكا وأيضا كنت ألعب في الظهير الأيمن وبعد هذا ذهبت إلى فريق زوتي مورغان وقضت به وقتا طويلة وأنا الآن أقوم بألعب الفريق زوتي رايقون وهو أحد الفرق المشاركة في الدوري البلجيكي ونحن متقدمين في الدوري الحمد لله آه أنت شاركت في الفريق الأول مظبوط نعم شاركت في الفريق الأول ولعبت عدد قليل من المباريات وحصلت على خبرة ولم يكن المدرب يعطيني الخبرة الكافية أو التدريب الكافي في هذا الوقت أنت عمرك قدية دلوقتي تسعة عشر عاما هل أنت جنسية أنت معاك دلوقتي جنسية مصرية وبلجيكية مظبوط لدي الجنسيتان نعم أنا ولدت في بلجيكا وأصولي من أسوان في مصر لذا فلدي الجنسيتان عظيم جدا هل حصل بينك وبين أي مسؤول في جهاز فني لأحدى المنتخبات المصرية أي تواصل الفترة المضايف أي لحظة كان هذا في العام الماضي المدرب الثاني للفريق القومي المصري أرسل دعوة لوالدي لكي يأتي إلى هنا ولكي يأتي إلى هنا إلى مصر وأنا أتمنى أن أتي وأستطيع أن ألبي هذه دعوة أن أتي إلى مصر لما جات لك الدعوة ليه ما جيتش مصر كنت أريد أن أتي ولكن المدرب الثاني قال أنه سيرسل لي الدعوة ولكن حقيقة الأمر أن الدعوة لم تصل بالفعل لذا لم أستطع أن أتي آه يعني هو تواصل معك مثلا هاتفيا أو عبر الإيميل بس هو ما أرسلش الدعوة وقال لك بعثنا الدعوة بس ما جات لكش أنا فهمت صح نعم نعم هذا ما حدث هذا تماما ما حدث هل تتذكر اسم المدرب والدي يعرفه لكني لا أتذكر الاسم الآن هل تقل لك سبب أن الدعوة دي ما وصلتش يعني أقلوا لك ليه ما باعتناش الدعوة بعد كده لا لا لم أحصل على تفسير حول هذا الأمر لسوء الحظ هل زرت أحد لعندي المصري أو زرت مصر في وقت قريب أو لا زرتش مصر قبل كده نعم في فصل الصيف زرت مصر وذهبت إلى أسوان وزرت أسرتي هناك لرؤياتهم والتقاء بهم وكانت يارا لطيفة عظيم جدا طبعا لو جات لك دعوة من المنتخب المصري في الوقت الحالي هتقبلها بحسن ما فهمت مظبوط بالطبع بالطبع سوف أقبل هذه الدعوة وأعتقد أنا أشاهد كأس الأمور الأفريقية وأشاهد كابتن محمد صلاح وكابتن دريزيجي وأود أن أكون جزء من الفريق القومي المصري ستكون هذه خبرة عظيمة وأود أن أتي إلى مصر وأن أمثل بلادي إن شاء الله نعيم أبو بكر لعب زولتوارجم البلجيكي اللعب اللي من أصول مصرية أنا بشكرك شكرا جزيا على هذه المداخلة يرايك رقم واحد أريد أن أعلق بس على نعيم أبو بكر نعيم لعب مباشر جدا ممكن تفرقت له على هو تصعد للفريق الأول هم وريدي الألفين وثلاثة عنده 19 سنة تصعد الموسم اللي فات لاب مباريات قليلة في مواجهة جامعة بينهما بين واحد من اللاعبين المغربة اللي شفناهم في المونديال بيلعبوا مباراة الثالث والرابع بلالي الخنوسي وكانوا من أفضل لعيبة في المباراة لعب في كاس العالم لعب في كاس العالم في مباراة الثالث والرابع على الميدالية أمام المنتخب الكرواتي البلالي الخنوسي وعنده نفس الظروب بلعيب مغربي مع الجنسية بالجكاية وكانوا المنتخب المغربي بيتكلم معهم من فترة طويلة علشان يبقى موجودهم منتخب المغربي وشفت الاثنين في مواجهة واحدة بلعيب بيلعب ثلاث ورابع مع المنتخب المغربي في المونديال ولعيب ثاني لم يحصل على فرصة مع المنتخب المصري حتى هذه اللحظة لا حتى منتخبات الشباب السورة مع الخنوسي أشكرهم جزيلا أشكرهم جزيلا الخنوسي اللابس إيه؟ الخنوسي ده 55 ده أبو بكر لعيبنا المصري واللعيب اللابس أزرق ده بليل الخنوسي اللاعب في كاس العالم مع المغرب وعنده 18 سنة أصغر اللاعب في تاريخ مشاركات المغرب في كاس العالم اللي كسر رقم أفضل. نعم موارد 2004 و نعيم موارد 2003. يعني ده يخش منتخب أول عادي جداً. عادي جداً. على الأقل يبقى متواجد في منتخبنا الأولمفي يا كريم. أو متواجد في منتخب 2003 الناس تجيبه وتشوفه. وأنا بالمناسبة. أنا بقولك أنا لعيب اللي فرقت عليه مرة واثنين بيديك إمبريشن إنه عنده ما يقدمه. هيت وتفرج عليه مهات شوتلين وتلاتة واربعة. فقال لي حاجة زيانيتني أوشي إنه حصل تواصل معي في مدرب تواصل معي. وقال له هنبعت لك دعوة. إيه بقى اللي يعطى لك؟ لأنها جهود فردية كريم. جهود فردية غير منظمة. طبعاً لما راح جابت زاكر طيران وبسبور وكسس ديت فلاه ممكن يبقى فيها صحبات فقال لك خلاص مش مشكلة. اه احنا كلمنا فخلاص اعتبر زي ما استطلعنا كده بعض اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت قال لك الناس في بعض التواصل معنا لكن تواصل غير جدي يعني بيبعد دعوة على النادي وحدش كلمنا محدش تواصل معنا يعني نتمنى الأمور تتحصل. إن شاء الله لسه مكملين مع حضراتكم هذا الملف المهم جداً مع محمد جمال بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله. يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى لسه فتحين الملف بتاع الكنز الكنز المصري في أوروبا اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا ومحدش يعرف عنهم حاجة. جيمي دلوقتي بيقول لنا عن اللاعبين اللي محدش يعرف عنهم حاجة اللي ممكن منتخباتنا الوطنية تستفيد منهم في الفترة اللي جاية. بلال مظهر يا كريم. بلال مظهر ده حكاية ده. بلال مظهر سيزن الحالي في الوقت ده هو بيلعب في فريق باناثانايكوس تحت 21 سنة اللي بيلعب في الشامبينز ليج للشباب. عشان ناس تبقى عارفة في الشامبينز ليج للكبار في مقابل لها نسخة بكل فريق بيشترك في فريق من الشباب. مين هداف دوري ابطال اوروبا للشباب؟ مظهر عبدالرحمن. بلال مظهر عبدالرحمن. بلال مظهر عبدالرحمن اللي هو والده. كابتك مظهر عبدالرحمن اللي يعب في نادي المصري ونادي موناكو سابقا. هو هداف البطولة بتسع اهداف سجدهم في كام مطر Emp acrepri؟ كام مطرح. في ثلاث مطرح. كم؟ تسع اهداف في ثلاث مطرح. في دوري أبطال أوروبا مش محدش يقول منافسة ضعيفة ولا بيلع في دوري ضعيف ولا فئة سنية ضعيفة تسعة أهداف في ثلاث مبارئة ده عنده كم سنة؟ ألف وثلاثة يعني نتصل عشرين سنة عشرين سنة يعني ده بكرة يلعب منتخب مصر الأول عادي مليون في المية ده مش محتاجين لسه حتى بلعبه انتخابات الشباب خالص خالص صح كده؟ يروع بس التعامل أحيانا لأن زي ما قولنا اللعيب اللي بيلعب بمعاجل سيتين بيبقى عنده دايما الأزمة دي إنه عنده أوفر أو عنده أوبشن إنه يلعب في نادي تاني يلعب في دولة تانية يلعب باسم دولة تانية فالمعاملة بس الناس تحاول إن هي هو لعب في المقاولين ولعب في بانسينايكوس هو بيلعب دلوقتي في بانسينايكوس بي أه وبيلعب مع فرقة الشباب طبعا لعب 45 مباراة مع بانسينايكوس في المعارة في العمارة المختلفة بس أجل 37 صنع ستة يعني شارك في 43 أهدف يعني تقريبا معدل هدف في كل مباراة رقم مبهر رقم مبهر مع الناشي لعيبة بتعمل الأرقام دي مستحيل رقم مبهر وتسع أهداف في ثلاث مباراة طب مش ده جي مع منتخب الشباب تقريبا؟ جي مرة وحصلت أزمة إيه أزمة؟ خلاف مع المدير الفني إنه أنا لعيب بجاي من نادي بلعب عندي بولية ثقة لولية اسمي ولية وجودي والمدير الفني ما أشركوش ما أشركوش من الأساسي هو طبعا من حق مدير الفني أمي لو أعيزوه طبعا طبعا بس بالتفاهم وبطريقة لطيفة وده اللي هم نقوله التعامل ما قلناش لمدير الفني أصلا هو ليه ليه لعب زي ده أصلا ملعبش أساسي مع دي برضو وليه ما يشتركش حتى ده كانت مباراة ودية في التوقيت اللي حصل في الأزمة ده كانت مباراة ودية ليه لعيب زي ده ما ياخدش فرصة وبعدين اللعيب المصريين اللي أنا بجمعهم طول الوقت من الفئات السنية دي هم قدامي طول الوقت هقدر استادئهم اللي هم موجودين في الكرة المصرية هم موجودين داخل الدور المصري لا أقدر في تجمعات تانية أقدر أجيبهم اللعيب اللي بجيبه من النادي تاني مش في كل مرة هقدر أجيبه ده اللعب ده لازم لازم المعسكر اللي جاي منتخب الأول يبقى موجود الأول أتمنى يعني عارف اللي هو أي وأنا دايما يا كريم أنا طموحاتي قليلة يجي معسكر المنتخب الأولمي بس الأول عاصلت لو استطقته يعني عفوا في التعبيد يعني بس لو استطقته المنتخب الأول تمام خلاص عشان بس حتى كمان تحجزه طبعا ودي نقطة اللي كنت مأجلة لنهاية الكلام يا كريم انه الاستدعاء للمنتخب الأول وأنا عارف هو أثق جيدا في روي فيتوريا أثق جدا في روي فيتوريا روي فيتوريا خلال الفترة اللي جاية هنشوف لعبين سواء صغار السن من المنتخبات أو اللعيبة اللي حتى بنتكلم عليها دي هنشوفهم مع المنتخب الأول يقينة الفترة اللي جاية تسمع بالمناسبة بس عشان صفتك أو يعني صفتك دي مبنية على مبنية أن روي فيتوريا أصلا من المدربين اللي اشتغل مع كل الفرق اللي اشتغل معاها وبيحب اللاعبين الشباب وبيصاعد لعبين كتير وهو نفسه في حواراته الصحفية والإعلامية مش في مصر في كل حتة في العالم كان يتحدث على أنه بيحب يعتمل على اللاعبين الشباب فهو من الناس اللي هتبص على اللاعبين ينفع زويد لك سبب كمان روي فيتوريا عنده مشكلة في كواليتي بعض اللاعبين في بعض المراكز مش عاجبه حد فهيبتدي يناقب عن الكواليتي اللي عايزها العيد متأسس بشكل مختلف في مكان أخر عشان كنا بقول لك أثق تماما أنه روي فيتوريا خلال الفترة القادمة هتشوف لعب واثنين من دول موجودين مع روي فيتوريا واتمنى أن احنا نسرع في ضم هؤلاء اللاعبين اللي ما عندوش أوراق مصرية وموجودين خلال الفترة جايب ناخد لعب كمان وبركي نخش على التشكيل نخش على التشكيل هتقول تشكيله على اتنين اتنين وخلي قبل اقول تشكيله دول لعيبة اتفرجنا عليهم تم انتقاءهم دول مش كل اللعيبة احنا نقول دلوقتي اتنين وعشرين لعيبة كريم وعندنا قدهم يعني حاجة واربعين لعيب لكن احنا انطقينا اللعيبة اللي بتلعب في أندية لها اسمها او دوريات وتشارك باستمرار وتفرجنا عليهم وعارفين الكواليتي بتاعتهم والناس يقدر تفرج يعني على الجاية ده يا فندم يا سيد دول تشكيلتين للعبين اصولهم مصرية ينفع يلعبوا لمنتخب مصر عملنا منهم تشكيلتين جاهزين هم يعني الراجل المدرب لمنتخب مصر سواء بقى نشيئين شباب اولمبي اول يبص على دول وياخد المركز اللي هو عايزه لما يشوفه اتفضل هنبتري في حراسة المرمى تشكيل اه التشكيل الاول يلا هتقولنا يا جماعة التشكيل هنبتري في حراسة المرمى بمروان صلاخ لعيب اللي انضم الباير ميونيخ في المعسكر الاعدادي اللي انتم انتقاؤه من لعيبها كتير جدا حوالين العالم موجود حتى الآن مع باير ميونيخ عندنا حرسة باير ميونيخ اه مواليد الالفين واربعة مواليد الالفين واربعة اللي عنده 18 سنة الزهري الايمن اللي كان ضيفك النهاردة كريم عبر سكايب نعيم ابو بكر زولت فارجم فرقة بتاعه في الدور الممتاز البلجيكي والنم اللي فريقها الاول مواليد الالفين وثلاثة ظهير ايمن في مركز نعاني منه جدا صح قلب الدفاع محمد طلبة لعب بوخم اللي لعب السنة دي مباريات مع الفريق الاول لبوخم رغم انه عنده 18 سنة هاي مصطفى عصام لعب الغرفة قطري ولعب في المنتخب الاولمبي القطري مواليد الالفين وواحد الزهري الايصر زياد الشيوي لعيب استوريا فيينا اللمساوي نتمنى انه يفضل موجود ويتواجب باستمره حتى مع المنتخب الاولمبي لعيب عنده شخصية وقدرات كبيرة جدا مركز 8 في وسط الملعب كريم لعب بروسيا منشن جلد بخ عنده 18 سنة مواليد الالفين واربعة نور الدين البحار موهبة كبيرة جدا في مركز البلاي ميكر لعب كبير اقوى كريم ان شاء الله بس ربنا يرجعه من الاصابة بالسلامة بلعب في نادي التحق جدا السعودي وتم تصعيد مركز الوسط المهاجم عمر عبد المجيد بلعب جناح ايسر هامبورج الالماني عبد الرحيم سليمان هرتز ليلندورف الالماني موجود في معسكر منتخبنا للشباب ادم الشامي روزندال الهولندي مواليد الالفين وخمسة واخيرا بلال مظهر مواليد الالفين وثلاثة مهاجم فريق بناترايكوس وهداف دوري ابطال اوروبا للشباب عشان بس الناس تعرف تاني احنا قلنا معايير اختيارنا لكن كمان حطينا واحنا بنحط التشكيلات دول اللعيبة يصلحوا للانضمام لكل من من مواليد الالفين وخمسة وانتنازل لمنتخب الشباب والمنتخب الوليمبي والمنتخب الاول اللعيبة اللي جاية دي من مواليد الالفين وستة والالفين وسبعة دول يصلحوا للانضمام للمنتخب الناشئين والشباب والالفين وخمسة والمنتخب الاول بسمناهم عمريا على دول يلا ناخد تشكيلة تانية هذه تشكيلة أولى عندنا تشكيلتين يا ناس ممكن يلعبوا المنتخب مصر محدش يعرف عنهم حاجة شوفوهم هاتوهم وخلصوا أوراقهم ضموهم واتفرجوا عليهم وشوفوا اللي يصلح منهم واشتغلوا معاه وأكيد أكيد المعظم يصلح أنه على الأقل يتواجد في منتخبات المرأة يا فندم دا احنا لو طلعنا بتلت أو أربع لعبين ينفعوا يلعبوا المنتخب مصر من تشكيلات دي كلها يبقى احنا عملنا إنجاز عظيم ورائع تصنيع جاهز انت خدت العيب جاهز هدية ما تعبتش فيه هدية طبعا تشكيل التالي جان لوكا موسكاتيلي أخو ريكاردو موسكاتيلي اللي كلمتك عنه في بداية الحلقة الكريم اللي بلعب في مركز الزهير الأيمن في جونوا وخادت دوري مع فريق جونوا تحت 18 سنة في إيطاليا أخوه اسمه جان لوكا موسكاتيلي موالدي لألفين وستة أخوه بقى في مركز الزهير الأيمن ريكاردو موسكاتيلي جونوا الإيطالي موالدي لألفين واربعة قلب الدفاع آدم طلبة الأخ الأصغر لمحمد طلبة اللي اتكلمنا عليه في التشكيلة الأولى بيلعب برضه في بخه من ألماني جانبه بلال موسى لعيب زفولة الهولندي موالدي ألفين وستة في الزهير الأيصر لعيبه ما خادش حقه معنا النهاردة أو معاه أكتر من جنسية ومعاه جنسية إنجليزية وجنسية نيجيرية وجنسية مصرية لعيب كاميرون إسماعيل لعيب بيلعب في أرسنال إنجليزي وبالمناسبة في صورة أنا عارف أنها مش معنا النهاردة ما أسعبناش الوقت نحن نحطها صورة لكاميرون إسماعيل مع محمد النني في الفترة اللي كان بيشتغل فيها محمد النني وهو بيتأهل من الإصابة علشان يشتغل كاميرون إسماعيل بيلعب في أرسنال موالدي ألفين وستة عندنا لعيب بلعب في أرسنل وبعد شوية لعيب اللي بعده على طول بلعب في ليفربول كريم أحمد. وسط المعلعب عندنا سيف أشرف أخو مصطفى أشرف اللي في التشكيلة الأولى لعيب وسط ملعب مواليد الألفين وستة في بروسيا من شونجلات باخ بلعب جنبه تيبو جابريال هوفنهايم الألماني والنضم فعالية لمنتخب والنضم فعالية اللي منتخبنا موجود نضم المنتخب الألفين وستة ومنتخب الألفين وثلاثة إبراهيم حجازي لعب رايو فاركانو أمير صلاح لعب أوتريخت ومحمد هيسم بيلعب في الدوري البرتغالي وكريم أحمد أخيراً بيلعب في ليفربول الإنجليزي عندنا التشكيلة الثانية تشكيلة الصغار في السن المواليد الألفين وستة ألفين وسبعة عندنا لعيب بيلعب في ليفربول لعيب بيلعب في أرسنل عندنا لعيبة بتلعب في الدوري الألماني الأول في البونتسليجا في بروسيا من شونجلات باخ وفنهايم وهامبورج أتمنى ولعيب بيلعب في جونوة بيلعب في الدوري الإيطالي أتمنى إن اللعيبة دي تاخد الرعاية الكافية يحصل معهم التواصل اللازم بالشكل اللازم تكلمنا عرضاً على 22 لعيب تاني يا كريم وفيه غيرهم ولعيبة جيدة عشان منبقاش ما نقتصر على ده لكن إحنا حاولنا إن إحنا ننطقي وننقح خياراتنا بشكل كبير وإداءنا نطلع على التشكيلتين دول في النهاية الأمر مطروك للأجهزة الفنية والاتحاد الكرة المصري إنه يكون عندنا مجبوعة من هؤلاء اللاعبين موجودين في المنتخبات عاجم أنا بشكرك جداً النهاردة إن أنت فتحت لنا الكنز ده عايزة أشكر كمان زمايلي إبراهيم جاد وأحمد عبد العالي اللي شاركونا في الملف ده النهاردة بس ده كنز طبعاً والنهاردة إحنا نورنا النور ده دورنا إحنا عملنا إيه؟ أهو بصراحة ما كانش مفودي بقى دورنا كمان بس عادينا نورنا النور الدور الأكبر على التحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات الدور اللي أصلاً كان المفروض هم اللي وردونا اللعيبة دي مش إحنا اللي نطلع نوره لهم يعني مش نطلع نقول والله يا جماعة خدوا بصوا في لعيبة مصريين هم موجودين في أوروبا تحديداً خلينا أقول لك يا كريم نقطة كنت حابة بذكرها لكن هقولها إنه في سبع العيبة من الأسامي اللي احنا قلناها مش أقول أسماء في سبع العيبة لعبوا لعبوا بالفعل بأسامي منتخبات تانية بأسامي منتخبات تانية ألمانيا وكندا وغيرهم في الفئات السنية فهتمنى ننقذ ما يمكن ننقصه محمد أضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي الجديد مهاجم النجم السحلي يتحدث عنه محمد جمال بعد هذا الفاصل زي ما قلت حضراتكم من شوية بحسب مصادرنا في النادي الأهلي النادي الأهلي أنهى الاتفاق على ضم محمد أضاوي كريستو لاعب ومهاجم فريق النجم السحلي التونسي جيمي بقى يقول لنا مين هو مين هو حمد أضاوي كريستو وهو لعب خريج أكاديمية النجم السحلي أكاديمية النجم السحلي في تونس واحدة من أفضل الأكاديميات اللي بتطلع اللعبين ممكن اللعيبها التوامر موارده الأول موارده 2003 19 سنة 19 سنة وأربعة شهور أو خمس شهور لعيب ظهر بشدة الموسم الحالي تحديدا مع الفريق تواهج مع الفريق الأول في النجم السحلي لعيب مركزه الأساسي ونطلع بس البوزيشنز بتاعته اللي بيلعب فيها هو بيلعب في الثلاث أماكن الكريم اللي تحت الفرود بيلعب في مركز الجناح اليمين وجناح الشمال لقى الصورة التانية بيلعب مركز الجناح اليمين هنجع لدي تاني بس بعد شوية بيلعب في مركز الجناح اليمين وبيلعب في مركز البلاي مايكر وبيلعب في مركز الجناح الشمال لكن المفضل لي ان هو بيلعب اهو المركز الجناح اليمين والبلاي مايكر والجناح الشمال لكن هو الجناح اليمين هو اكتر مركز اشتغل فيه اكتر مركز شارك فيه اكتر مركز مؤثر فيه بعديه بيأتي مركز صالح الألعاب وهم مركزين متأسلين ايمن ولا اشوال 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 بيكتب خطأ بس على الميديا ان هو ان هو لعب ايمن لكن هو بيلعب بالمناسبة رجل اليمين طبعا بعيدة خالصة عن الشمال لكنها جيدة القدم اليمنى جيدة يعني اه نرجع بقى للصورة اللي بعديها الصورة التانية اللي هي اشتغل اللي هي كانت قبلها اولا في الموسم الحالي يا كريم لها في 6 مباراة ساهم في 6 اهداف سجل 4 اهداف وصرع هدفين نسبة جيدة جدا من كم مباراة 6 مباراة 6 مباراة عمل ايه تانية ساهم في 6 اهداف ساهم في 6 اهداف سجل 4 اهداف وصرع هدفين في اول 6 مباراة للنجم الساحلي يعني بمعدل هدف في كل المباراة سواء تسجيل او صنعة مليون في المائة عظيم جدا نشوف هادو الصورة يا جماعة الصورة اللي بعديها محمد الضوي كريستو يا كريم حالة غضب جمهارية كبيرة جدا داخل الدي اه هي دي الاماكن اللي سجل منها هو لعب اربع مباراة في الجناح الايمن لعب مباراة في البلايميكر سجل من الجناح الايمن وسجل من البلايميكر سجل امام حمام سوسا وهو بيلعب او بلايميكر سجل امام استاد تونس هو بيلعب في الرايت وينج سجل تاني امام قبيلة شيبة في رابع مباراة نجم الساحلي في الدوري سجل هدف وصنع هدف من الرايت وينج فهو الرايت وينج هو المركز الأساسي كمان سجل هدفين في مبارات حمام سوسا من الاتاكينج متفيلد هو مركز صناعة اللعب فهو بيلعب في أكتر اتنين موزيشنز مؤثرين فيهم لكن وخلينا أقولك تحت لكن دي خطوط كتير جدا فأكتر من تصريح لمارسل كولر مارسل كولر بيحب يلاعب اللعيب على عدلته يعني إيه ما بيحبش الوينج العكسي يعني هو أشوى اللي يلعب على الشمال أشوى اللي يلعب على الشمال فهو اللي بيلعب على الشمال لكن قوته أكتر في الناحية اليمين وأعتقد أنه يبقى نافعه أكتر في الناحية اليمين خلينا نشوف بعض اللقطات لي وبعدين هقولك هو ليه قدر رجع بس ما عليش اللقطة لي تاني رجع اللقطة لي تاني قبل بس ما نجيب اللقطة لي والتسجيل اللي فيه مهارة كبيرة جدا رجع فريم كمان بس عشان ما تبقاش تبقى واضحة رجع فريم كمان بصا كريم أنا بس أيوة وقف هنا بصا كريم أنا دايماً بدور في اللاعب صغير السنب عنده وعي تاكتيكي الكرة دي معمولة كرة طولية وبرغم أنه هو متسلل بشيء بسيط جداً مع اللعيب اللي هناك ترك الكرة بصا يرفع ايده دلوقتي أنه هو برّك كرة تماماً كمل 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 خلاص رفع ايده أنه هو خارج الكرة سبها للرجل البكرايت اللي طالع مغطي بعدين استلم الكرة هيبتري يشتغل يلا شغلها بقى على عدلتها قادي الأولى دي في الدور التونسي كمل فريق الأول طبعاً قادي الأولى ارجع تاني رجعه تاني بعدين سجل بالقدم اليسرى إلى هدف طيب نروح ليه الهدف الكرة اللي بعدها خلاص جبنا دي خلينا نروح ليه اللقطة اللي بعدها لعيب قدم اليسرى يا كريم مراوخ جايد جداً واليومنا كمان شغال لسه كنت بقول لك كنا من شوية قلتلك اليومنا كمان شغال اه دي مراوغة باليسرى وتزديدة باليومنا ايضاً في الدور التونسي هذا الموسي ممتاز يلا اللي بعد اللي بعد لا ارجع 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 هي اللعبة كلها في الأولانين بصك ريه لعيب سريع جداً مراوخ في دايماً كنا نجي نتكلم في بعض الأمثلة كده لعيب بيشتغل على الترناتو حركة الوسط يعني مهارته مش بس في رجليه لا ارجع 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 والناس هتتفرج على ده بيستخدموا وسطه في الترئيس كان عندنا بعض اللعبة زي وليد صلاح الدين زي جمال حمزة تحديداً اللي كان بيلا في مركز المهاجم هو بيرقص المهاجم قبل ما يروح له ما بيرحلوش وبعدين يرقصه رقص المدافع قبل ما يروح له كريستو كده الستايل بتاع اللعيب اللي بتحرك بوسطه وسطه مارين جداً فبيقدر ان هو يرقص العيب قبل ما يروح له بشكل جيد ولعيب سريع جداً في الترانزيشن هجيبلك لقطتين مهمين هقولك ليه اختاروا مارسل كولر واضح انه لعيب جيد واضح انه لعيب موهوب لكن مش هيدي الهداء يكمل الكورة بقى على عدلتها الراجل خدوه بسرعيته ورقص الراجل وقع طبعاً كملها على عدلتها بسرعيتها عادي وهدف يلا كمل اللي بعد اللي بعد بس وقف هنا ارجع 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 هو ليه مارسل كولر اختار العيد لك منه كان فيه اكتر من لعب معروض على النادي الاهلي في الفئة السنية دي زي ما قلنا النادي الاهلي هي حق دي انه اتعاقد مع العيب فوق السن لعيب مواليد الـ 2001 لعيب مواليد الـ 2003 ف دايماً واحنا متكلم على الاهلي هنا يا كريم مع مارسل كولر من اول مباراة مارسل ما تشغلش ما تشغلش. وقف. مرس الكولارة كارين بيستهدف اشتغل على ايه? من اللعيبة اللي تحت الفرود والفرود والجموعة الامامية. ضغط عالي ضغط طول الوقت. ضغط عالي وضغط طول الوقت. نشوف الكرة دي. وهورك هو بيعملها. فاوت ست مباراة بس في دور التونس كان مرة. يلا. يلا. ضغط. ضغط. اطع. راح. ده اللي همي لي. راح. رقص. وشاط. خلاص. هات اللي بعدي. بو سكة. سكة. مش مش دعب عنده. مش مش متصارب عن نقطة عالكور. نفس القص دخل. قطع التمريرة من الدفاع. حطها. اه لانها كان صعب لان الجون تلها قفل عليه. لكن نفس الضغط. اللي دايما بيستهدفه. مع اي لعب بيلعب في الرباعي الامامي. سواء الجناحين او الفرود. اللقطة اللي بعديها. بصة كريم. بصة اللي عيب ده نازل فين. ارجع تني. ارجع تني. ارجع تني. ارجع ارجع. بصة كريم. بصة كريم. راجل ده نازل من الجناح فين. اللعيب الاصفر ده. اللعيب اللي بالاصفر ده. ده لعيب المنافس. هو نازل. بيضغط فين. في قسط ملعبه. على شان اخده كله. كناعيب اجريسف جدا في الضغط. رغم ان جسمه صغير يا كريم. لعيب اجريسف جدا في الضغط. ضغط. وخد الكرة. وتاني وتالت ورابع. دي من ضمن اولويات مارسل كولر اللي بتخليه. لعيب زي طاهر محمد طاهر. اهم جناح عند مارسل كولر الجزء اللي بيعملو في الضغط العالي والضغط العكسي. كمل. كمل. بص نازل من فوق برضو يا كريم. كمل. كمل. كمل ايه بردتها. ضغط. خد الكورة. خد الكورة. كمل تاني. كمل. نفس الامر. نفس الامر. ضغط. خد الكورة. عينه جيدة جدا. بيروح يضغط ضغط العالي اللي بيدور عليه مارسل كولر. ده السبب. لم اول سؤال. هل مارسل كولر اللي وافع عليه ولا ما وافعش عليه قبل ما تسأل وتطق في المعلومة. دور وشغل دماغك. هل ده المؤسفات اللي بيطلب مارسل كولر من كل الاجنحة الموجودة في النادي الاهل. انها تنفس ده. جبنالك في البداية الراجل ده قدراته الفنية وبيسجل ازاي جبنالك بعض اهدافه. جبنالك هو ليه بيعمل ده. اخر حاجة معانا السبب التاني هو ليه مارسل كولر تعاقد معاه. الاهل عنده مشكلة. في الترانزيشن وقف هنا. في الترانزيشن دفاعا هجوما او هجوما دفاعا. الاهل دايما بيشتغل منه يا كريم. بيشتغل من الست بلاي. هو المسيطرة هو الدوميننت. ما بيقاش محتاج انه يسحب الفرقة. ما عندوش الجناح حتى هذه اللحظة اللي يقدر يحط الكرة تحت رجله. عشرين وثلاثين متر ويسحب ويشد الفرقة الفوق لوحده. منفردا دون ان افقد الكرة. جاب لك مثال واحد. اتعملت اكتر من مرة في الست امبارات الاولى من الدورة التنسي. لكن خلينا جاب لك مثال الراجل بيشتغل ازاي شغلا. من الجناح اليمين. كمل. كمل. الراجل ما عندوش مشكلة خالص انه حط الكرة تحت رجله. بص يبضل ماشي بيها عشرين تلاتين متر. دون انه افقد الكرة. معندوش مشكلة خالص. خالص. بص. ماشي كل ده ماشي بالكرة. كل ده ماشي بالكرة. ما عندوش أزمة خالص إن هو يقدر يسحب الفرق الفوق ويقدر يشتغل بالشكل والعنصر اللي بيفتقده مرسي الكولر في العناصر اللي موجودة سواء في الجناح اليمين أو في الجناح الشمال لكن هرجو أقول تاني المركز فعل عيد ده زي ما تكلمنا على برونوسافيو كما وصل إلينا أو نمى إلى علمنا إنه خلاص قريب جدا من النادي الأهلي فإذا انضم رسميا محمد الضاوي كريستل النادي الأهلي فأفضل بوزيشن يلعب فيه هو مركز الجناح الأي أسألك سؤال أخير قبل مختم يفرق إيه عن زياد طوري ومصطفى سعد ميسي خدرة بدنية خدرة على الضغط الاستمرارية اللي إحنا كنا بنعاني منها التطور هو بيتطور بيطلع ما بيرجعش هو بدأ من الموسم الماضي ظهر بالحالة دي لكن الحالة أصبحت أكثر نجاعة وأكثر فعالية هذا الموسم دورة تنسي قوي جدا أظن المعلومة الناس كلها عارفان دورة تنسي قوي جدا مفرزة بيطلع لعيبة بالكواليتي دي بلعيد ده بالإمكانيات دي في السن دي روح موجود أسماء كبيرة جدا تم استبعادها حتى من القائمة المبدئية للمنتخب التنسي محمد الضو كريستو كان موجود في القائمة المبدئية للمنتخب التنسي واستبعد في اللحظات الأخيرة من الانضوام أنه أشترك مع تونس في كعس العالم رغم صغر سنه جيمة أنا بشكرك شكرا جزيلا حبيبك دايما رائع ومميزيان حلقة عظيمة جدا معاك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يارب على الأخير